صباح الخير او مسرق الخير يا برج السرطان انت حاليا قلت له خلص امشي 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 عملته ببرود من اخر انت بيتعامل ببرود ليه بقى هقولك ليه منقول برود لانه شايفك ان انت قسرت قلبه وان انت يعني عملته الطريقة حدة قوي هي مش حدة هي طريقة صح انت كلمته بالعقل انت قلت له انت بتتقمس مثلا او انت تاخد على خطرك بالاوفر فقال لك لأ انا بنتقمش على خطر انا بتقمس انا بتقمس لا 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 مش الكلام ده ده انت اللي حايت ده انت وانت وانت انت لقعته على بعض فقال لك لأ انا همشي بقى امص بقى بس هو مجروح منك على فكرة او ممكن تكون انت كلمته بحاجة عادية جدا بيتحكم فيك مثلا اعادي يتحكم مثلا فقال لأ محبش حد يتحكم فيها فانجرح منك اللي هو ازاي انت بتحبني وتقول لي مش عايز يسيطر على حياتك بس انت شايفه انه فرصة وانه علاقة حلوة وانها كانت علاقة لذيذة جدا وكانت فرصة بجاند حقيقية يعني مدام انت شايفه كده ادوات امص ما هو حاجة من الاثنين ده واحد مقموس ده واحد عارف العالي السغيرة اللي انت مش هتجيب لي العروسة دي انا مش واخد حاجة خاص يعني انت بخد بزبايدا من لا انا هاخد ديه هو مقموس وقال لك فقال بقى عايش في الدور الاحزان بقى والطعن في قلبه والكلام ده كله وممكن بقى يكون القراءة عكسية في اللي انا هقوبه ده ممكن تكون انت اكتشفت انه هو بيقدم عرض لحد تاني علاقة سوليسية عنده اختيارات تانية عنده اختيارات تانية سوريا برجل السرطان ما كنت باع من الحاجة بس طيب نرجع بقى المرجوعنا انت ممكن تكون اكتشفت انه هو عنده اختيارات تانية في شخص تاني هو مقدم له عرض واا اوكي وروح تمديلك في سنانة كلتوله ايه ده ده انا صبر عليك وهو 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 وانت عمل تلعب بدلك ده انا هوريك تبصبر علي ده انا هديك بنية استنى بس فممكن تكون كانت علاقة سلسية كانت علاقة سلسية لو ما كانتش القراءة عكسية وان ان انت اللي تعبين وانت اللي رحلت وهو اللي هنا هو اللي شايفك فرصة وعايز يقدم لك فرصة جديدة فهي كالآتي ان هو كانت علاقة سلسية وفي حد الطرف التالت اديه له سيف قلبه ويطربه من حياته لان هنا في عرض مرفوض بالزبط وتعبان قوي فانت زي ما تكون بتقدم يعني ممكن تعمل مصالحة ممكن ممكن يعني اللي هو تعالى طب نبدأ تاني من صليفات نصلي أو كده لو كده اننا لو مش كده وهو انت اللي هنا انت اللي اكتشفت العلاقة السلسية فهو عايز يقدم لك عرض جديد لو كراء عكسي طب ايه الخط اللي عايز ياخدها الخط اللي عايز ياخدها كوين افوان بص خلي بلك ان دول بيرقبوا بعض بص ده مصص على ده وده مصص هذا يعني واحد خايف والتاني عامل البرم بالزبط شعبت حلو قوي فانا ايه هذا الشخص شخص غريب جدا كوين افوان بص كراءة غريبة يا باب السلطان او اه هم هي كانت علاقة سلسية اه كانت هناك علاقة سلسية و حاليا الشخص ده رحل عن هزي العلاقة لو هنتقلن بقى اوكي رحل عن هزي العلاقة رحل عن هذه العلاقة وعايز يقدم لك عرض جديد يقول لك مساء الخير انا عايز يقدم لك عرض جديد فما انتش عايز خايف منه جدا وقلقين جدا اللي هو يقدم لي عرض ايه تقدم لي عرض ايه انت بها ديل تاني انت عرفت علي شخص دك كان في علاقة سلاسية تمام شخص ده كان في علاقة سلاسية وانت هو حاليا متعبان من العلاقة التالتة دي وانت مستريح مسيطر على روحك خلاص نسيت واصلي وشايف ان هو مقدم لك عرض صح كده هو بقدم لك عرض مقدم لك عرض جديد بعد جرح القلب ده وبيقول لك تعال نشيل بقى الماضي ونحتفل ايه رأيك نشيل الماضي ده ونحتفل وبيقدم لك عرض اللي هو ايه مسلا يعني انا اه شايف نفسي ولكن انا عايزك على فكرة وخليك انت الملك عنا زيحتي التالتة هو تعال انت مكنها بقى بس انت قال انا اوه بتقول لا انت انت زعلان منه اوه انت متخوف منه لانه هو خزلك هو خزلك زي ما يقول كان من يمك اوه ده انت اوه بالزبط انت خايف انت عايز تبتد البيت ده ده ماشي اليوم انت فين عمدي بقى بربرة ساعة طوال اوكي عايز بقى جديده وعايز الاعاقة دي تتوازن بس انت خايف وحاسس ان العلاقة دي من اللي نغمون وانه كان مخد عليك ايوه ده كان مخد عليك انت ممكن تقولك تجعب انه كان مرتبط اصلا ان هو معاك بس الشخص الثالث ده على فكرة بهدله بهدله حرفيا فيه تلات سيوف سيفك وسيفه هو ووسيف بقى الطرف كده فانت خايف حاسس انك فيه باية بديدة اوكي انت مقدم لي عرض مصلحة ماشي يا عام بس انا خايف انا خايف منك انا اجيب لكم القصة من الاول كده عشان انا بدأت افهم الشخص ده مقدم لك عرض الشخص ده كان عنده اختبارات تانية انت ماتبيت بيبش امامك السلطة ونقاك انت وقال مربع تاني بقى صلح الموضوع بعد الايه الطرف التالت ده ما نسحب منه وانت واقف له بالصيف بتقوله انت راجع تعلمت حاسس بقى تعاملت وسويت واو 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 من الاخر انا نجيب لك على فلقة وشعر بانه العلاقة دي كان فيها مميزات كتير وهو راحل منها العلاقة دي كان فيها التامن كتبيات ورحلت عشان كتبيتين انا شخص شخص اسالب الجزمة ضرب الجزمة ورحلت حتى الامر مبايق منه وانت مسيطر على المشاعر باللقتي بزبط انت 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 مش مفيش مشاعر لا انت بيت تحكم عقلك يعني انت نجيق لي لما التانية قلت لك مع السلامة لا تعالي بقى انت حاسب انا عملت لك ايه عشان تسيبه انا عملت لك عشان كذا عشان كده هو مقدم انت شايف ان هو مقدم لك حرد وهو شايفك ان انت مجوع وان انت هتجعله قلبه لو هو رجع تاني شخص ده مغرور جدا مغرور ليه؟ خطر عايز اخدها عايز يرجعك انت تحياته مرة تانية يرجعك مرة تانية في هذه العلاقة ونحتفل ونشيل بقى الام الماضي بس هو مش عارف يبين ده مش مغرور قوي ممكن يقول لكن بيظهر ان هو مش هامه حاجة وعايز يرجع مرة تانية اللي انت بقى تقول له ترجع فين يا عم انت عملت وسويت انت لسه محتفظ بألام الماضي بس هو عايز يشيل العشر عصيون انت بقى واخد عصي منهم وقاعد جنبها وبتندب وبتقول له انت عملت وسويت ده انت قاهرتني اخي ولكن في قرارك نفسك انت عايز الاستقرار معا انت بتحبك بس عمل بقى كتير بقى انت راح لواحدة تالتة بس انا بحبك بس انت روحت لواحدة تالتة طيب هو شايف العلاقة دي ممكن تروح على فين او العلاقة دي مش هتروح على فين شايف ان العلاقة دي ممكن تبقى فيها ايه مسلا او العلاقة دي ممكن تروح على ان احنا نبتصالح يعني نروح بقى للعشرة بقى نرجع تالي بقى انا وانت بقى والدنيا هس هس انا وانت بقى نقضي الليلة مع بعض ومينه بقى اللي حصل ده مينه الخداع ونتشاف لنا الخداع ده بالزبط هو ده اللي هو شايفه شايف ان العلاقة دي مش هيبقى فيها رحيل لا هيبقى فيها ان احنا ممكن نشيل الالم الماضي بالزبط ونشيل الخداع ده ونتشافه لان انا وانت سول ميديا بيبي انا وفيت انا رحت الواحدة تانى بس انت الاساس انت الاساس من الاخر انت بقى شايف العلاقة انها ممكن تروح على لسه بقول ده بس اشخدها بقى انت خايف من انا يا برج السرطانة قلق ان شكله يعني اختافه مرة واحدة طيب طيب الله ناخد من هنا كمان طيب يا برج السرطانة انت شايف الدنيا حلوة انت شايف ان هي ممكن تتصلح فعلا ويبقى فيها عرضة حقيقي ويبقى فيها عرضة حقيقي بس قبل العرض الحقيقي حلو احنا هنتحاسك بالزبط فيها ان احنا قبل ما قفل على الماضي انا هعزبك وهطلع بقى اللي كنت شايله في قلبي ان انت ستيني انت وقت الوحدة تانية وفضلت الوحدة تانية عليا ما اني كنت ميدياك تاما كوبايات تاما كوبايات هطلع بقى اللي جوه من الاخر كده ده اللي انت بتقوله في نفسك يعني ولكن انت شايف ان احنا ممكن اني عالماضي فعلا ويبقى في بداية جديدة طيب هو النصيحة النصيحة بتقولك ايه بقى بص انت طبعا باين جدا ان انت مقلق من هذا الشخص جدا في افكار سودوية لكن هذا الشخص عرف غلطته وعرف ان هو حمار من الاخر فالنصيحة بتقولك ايه اه النصيحة بتقولك انعزل جوه نفسك وفكر بهدوق بهدوق خالص الشيء بقى اللي فات وهدى ما تصبح الشخص ده اصبر بص الكارتين دول تعال اطلع السحر ده لما بيعمل الحركات بتاعته ده سحر ايه؟ لما بيعمل الحركات بتاعته اللي هو مسلا هيطلع حاجة طلع قرد من الكوبية وكده بياخد فترة قبل ما يعمل السحر بتاعته فده معناك كارت ده ان اصبر في حاجات افضل جاية من العلاقة دي اصبر لان اصبر ما تمشيش استنى ما تقفش ما تطللش كده ايه ده للاخر ايه ده ايه ده خالص وفكر كويس قوي لان العلاقة دي بالزبط اصبر اصبر لان في حاجات حلوة جاية استنى عشان عجلة تلحظ بالدور وفيه كاس حب هيتقدم لك فيه اعتذار فيه انا اسف انا غلطان فيه تبنالجة تبقى قدملك ايه حقيقية يعرفلك ان انا فعلا بحبك من الاخر المصاحة بتقولك اقلب براحتك مش مشكلة خد وقتك فكر مرة اتنين تلاتة تشافي تشافي ولكن ما تصدش ما تقولش هتلع برا الشخص ده مجروح على فكرة اوه على فكرة ايه نعرف غلطته مش مش هزر ولكن شخص ده نيته حقيقية ان هو يرجع مرة تنية ليك ده تونفليم انتو فعلا فعلا سلميت او تونفليم انت انت مساجر على المشاعرك على فكرة وبيجبت تحور مع نفسك كل شوية كل شوية كل شوية بس هو مقدم لك عبد العقدة حقيقي جداية جديدة ننسى اللي فات ننسى اللي فات في برج السرطان لك حريط الاختيار طبعا والطارود بيديك نصيحة لك حريط الاختيار يتكمل وتنسى اللي فات يترضى الماسك ويخايف ومستخبي وبيتقول لك جيت جنبي اغزك يتكمل ومستمتع كلنا بعد كاس الحب انو في برج السرطان كانت قراءة شهر التمانية يا رب فعلا اين دا بقى ونخلص من اللي اللي وخير باذن الله وان شاء الله باذن الله هعمل قراءة خاصة مش قراءة خاصة يعني هتبقى فيه فيديو كامل نحن اعمل خفلي